بعد حضركة وانسين ما خلاصنا السيستم الخاص بالسنتري كله والجزء الخاص بالكولد ووتر وهي الهوت ووتر فيه عندنا اخر حاجة مهمة جدا عندنا الى وهي الرين احنا طبعا لما بيجي امطار او اي الكلام ده كله فاحنا عايزين نصفي المياه الموجود عندنا في الروف فبنعمل حاجة اسمها روف درين وامدأ نوصل منها ببايب تبدأ توصل لحد الاسفل تتخلص من المياه فبروح عشان كده بروح على قايمة سيستم بروح على حاجة اسمها بلامينج فيكتشر في عندنا حاجة اسمها ادي الرين ووتر او تلات ادي الرين ووتر او تلات هروح على السيري دي لانه محتاجة فيس تعمل عليها فاروح على السيري دي احطه في اي مكان على الروف بمنتهى السهولة كده بعد كده هروح على الروف انا عامله في البلامينج هاختر الجزء اللي عندنا هنا دي واقول له موف واقول له من هنا كده هاتلي الووتر درين وليكن بالشكل ده هوا ازعه فاكتر من مكان هولو الكبي هقول له وليكن من هنا انا محتاج روف درين هنا وواحد كمان وليكن هنا بالشكل ده لو انا عايز اعمل التصريف هنا طبعا دي كلها كلادينج فمشينفع انزل البايب بتاعتي على الوجهات الخارجية فعشان كده انا محكم ان احاول بقدر الامكان يخلي الميول تصرف عندي على النقطتين دول تمام؟ طيب وبعد كده باش مانز بعد عملت الروف درين بابدأ اعمل سيستم باجي من هنا من هنا كده على الفاملز على البايبينج سيستم هروح وليكن على الدوميستيك كولدووتر اولو دوبليكيت هسميه رين رين ووتر بالشكل ده كده وهتدي له لون وليكن اللون السيان مثلا عشان افرق لكن ليون السيان بالشكل ده وهاجي برضو اعمل له بايبينج بالشكل ده كده باش مانسين وعرفت السيستم ادرين ووتر بروح جاي رايح من هنا كده من السيستم بايب هاجي برضو من هنا ووتر سبلاي واعمل نوع جديد وليكن هسميه هنا رين ووتر بايب هي برضو نفس التفاصيل يجب وي في سي بنفس الاقطار بنفس كل حاجة هاجي من هنا ابحكم سيكن زي ده كده باش وانسين او اخذ السيكشن ده من هنا كده بالشكل ده پورا ايكليك يا كلك gospel view ادي من هنا ادي رين ووتر بشكل ده ادي من هنا اقول له يا رون بايب انزل بيها اللبايب والي ا competing الاسفل هنا كده شوية هنا add the pipe بس هنلاحظ انها واخده system اللي هو sanitary ومش هادر أغير لأي system تاني فبمنتقى السؤول أعمل control z تاني هاجي من هنا من على system من على pipe rainwater زي ما احنا هلنا هنا كده هاجي من هنا كده بالشكل ده كده باش مانسين اعمل pipe بتاعتي اختارها واختار system من هنا زي ما احنا خلاص حفظنا الخطوات مع بعض اختار من هنا add rainwater بالشكل ده هروح على الروف اضبط المكان بتاعها modify align من هنا مع هنا بالشكل ده كده باش مانسين هابدى امسك ال pipe دي اطلحها خليها تدخل هنا عشان خلاص يبقى زبط موري هقوله من هنا draw pipe بس اديها slope للأسفل بالشكل ده واخرجها لحد برا برا ال structure بتاعي هنا كده اهو كده نزل بالجزء دي وانزل بيها بال structure بالكامل لحد ما وصل لحد ground level اطلعه هنا شوية بعد كده بزاوية 45 درجة امشي وبعد كده احطها افقي بالشكل ده خليها 45 درجة وينطول اللينث بتاعها شوية بالشكل ده هنبص على F3D هنلاحظ ادي ال pipe بتاعتنا الخاصة بال rain water و ادي ال roof بالشكل ده هيجمع هياخد ال pipe المصورة دي ويبدأ ياخد المية بتاعت الرين وينزل بيها ممكن احطها مع ال water system عادي خلص عشان تظهر بالشكل ده وممكن اعمل لها system برضو الوحدة filtering الوحدة عشان لو انا حابب اغير جزء دي ممكن كمان فعل بال roof المرة بشوانتين نعمل الجزء الخاص بالتانجات فانا ممكن اروح على system اولو من هنا كده الميكانيكال اكويبمنت نشوفها في الميكانيكال water tank ادي من هنا كده ادي البلاستيك او cylinder plastic water tank هتلاقيه عند حضراتكم ان شاء الله انا عامله من هنا كده هزبط الاتجاه بس بتاعهم هقوله من هنا كده 90 درجة بالشكل ده عشان اخلي ده الاوت هحط هنا برضو من هنا بالمرة البامب فهاجي من هنا برضو ميكانيكال اكويبمنت هبحث على بامب بس دي الووتر ال cold water pump وليكن بتطلع ب 10 متر head بالشكل ده اهو الفها عشان المخرج بتاعها بالشكل ده ممكن اخليها online من هنا مع هنا بالشكل ده نبص على 3D ادي الووتر تانج عندنا فوق اهويا باش منسين ممكن ااخد له section عشان اشوفه برضو اكتر اجيب section ده هنا كده go to view بالشكل ده كده باش منسين هطلعه وده هطلعه عن الروف 45 سنتي عشان خاطر sickness بتاعها او اقل شوية خليه 40 بالشكل ده كده باش منسين نروح على الروف تاني ادي هنا كده ادي البمب بتاعتنا البمب دي لها خارج وليها الجزء بتاع الصحي اهو لها الجزء بتاعت المياه ناسف داخل المتانج للبمب ومن الخارج للشبكة الموجودة عندنا فهاجي هنا على الروف هاجي من الراجل ده اقوله من هنا كده drop pipe من هنا كده بس الpipe دي لازم تكون اه هنا مش الrain water هتكون اه اكون water supply واختار من هنا ان هي تكون domestic cold water عادي خالص جدا اهو بالشكل ده كده باش مانسين ادي المصورة ومن هنا كده هرق جاي برضو لازم من الراجل ده بتاعنا هقوله من هنا ممكن ارجع ورا شوية كده بالشكل ده هقوله من هنا كده drop pipe امشي بيها بالشكل ده اهو برضو الpipe دي خليها من هنا كده water supply واختار من هنا ان هي تكون domestic cold water tr هقوله ده مع ده يبدأ يزبطها لي ويعمل لي الكونيكشن بتاعتي بمتاز سوال اهو هنا برضو محتاج للout الجزء الخاص بالout فمحتاج اروح على الsection هاجب من هنا الsection بالشكل ده هاجب على البامب بتاعتنا اقوله من هنا drop pipe من هنا كده خارج اهو بالشكل ده برضو من هنا دي water supply domestic cold water بالشكل ده اه دي الpipe عندنا ممكن بس ايه اراح جاية رابطها بقا بالشبكة بالشبكة الخارجية اللي هي هنا دي كده فمحتاج امشي اوفقي وبعد كده امشي بالاتجاه ده اه الافضل كنت قربتهم قوي من الشبكة اللي عندنا هنا دي كده بالشكل ده فهاجب من هنا بشوانسين اروح على الsection اجيب الsection قريب شوية من هنا كده هاجب من الpipe دي راي كليك اقوله drop pipe امشي بيها اوفقي بالشكل ده اهو بعد كده ممكن امسك كل الكلام ده كله احرقه شوية هنا اعمل من هنا create similar عشان تبقى على نفس الليفل من هنا all online اعمل center مع center بقيت online كل اللي علامشي همسك الpipe دي لحد ماوصل لحد الريزر من هنا كده خلاص بقى automatic خلاص connection على طول يبقى انا كده ايه برضو من هنا تعلمت ازاي اقدر لو في عندي بمب اقدر اربطها بالسيستم بموتها سهولة وبالنسبة للخارج من هنا ممكن برضو اعمل من هنا draw pipe من هنا كده ادل pipe بتاعتنا عايزة اقبر كترة صغر اقدر اقبر وصغر زي ما انا عايز اهو زي ما انا محتاج من المصورة من هنا وهنا برضو نفس الكامل انا عايز اعدل مثلا دي 65 ممكن اخلي دي برضو 65 اهو 65 بالشكل ده وهنا برضو دي كلها على حسب التصميم اللي حضرتك بتعمله ودي مسلا نخليها 65 برضو دي كل ده على حسب ما حضرتك بتعمله احط من هنا accessories اللي هقوله من هنا كده من system pipe accessories احط من هنا ابحث على isolating 65 ارجع احط من هنا valve وهنا ده برضو احط له valve بالشكل ده يبقى انا كده برضو ايه قدرت اتحكم في الخزان والتانك الموجود عندي وازاي اقدر ايه احط التانك واعمل الرين الموجود عندي بالشكل ده كده بش موسيقى موسيقى